ناخد التجربة الأخيرية نحاول نختصرها ناخد جزئية بسيطة منها هو بتنشو متري أي قياس الجهد بحالة معايرة حامض وقاعدة طبعا معايرة حامض وقاعدة قلنا إما عن طريق التوصلية نقدر نجيب نقطة النهاية عن طريق بتنشو متري بيتش نقدر نجيب نقطة النهاية أو عن طريق الفلتية نقدر نجيب نقطة النهاية هذا بدل وأضق من استخدام انديكيتر دليل في اللوة 2 متري سيكون عندي قطب خاص هو قطب الزجاج هذا القطب سيكون حساس لتركيز أيون الهيدروجين سيكون حساس لبيئة اش أو لتركيز أيون الهيدروجين مهم لازم يخلوه في عين اعتبار هذا القطب يسمى إقلاس إلكترود قطب الزجاج سيكون قاطب اتخسس لقياس لطريق تركيز أيون الهيدروجين WORLDH او ايونات الهيدروجين اللي جاية من الحامض قطب الزجاج او اني هنستخدم نفس ما درنا في التوصلية هنستخدم سحاحة هتكون السحاحة مملوقة بالسوديوم هيدروكسايد معاير تركيزة واحد من عشرة عياري مثلا هنستخدم ايش عشرة مليه هنحط عندي عشرة ملي في البيكر بالماصة طبعا بسحاحة بالماصة لازم ادوات او غلاسوير هتكون ايش تعطي حجوم بدقة مش مخبار او غيرها تمام عشرة ملي من حامض اتش سيل بس التركيز العياري لهذا الحامض هيكون مجهول هو المراد ايجادة باستخدام الخاصية الفيزيائية هو البوتونشي متري اوكي هنحطى الاكتروض الخاص بجهاز البي اتش او خاص بجهاز تركيز هايدي طبعا هذا الاكتروض حيكون الجزء الحساس هو هذا مش هكون مغمور من قبل عشرة ملي من الحامض بالتالي لازم نضيف لعند تقريبا البيكر لعند مية ملي من بيكر بحيث نضمن ان الجزء الحساس يتحسس لتركيز عيونات الهيدروجين الموجودة في المحلو يكون كله مغمور الجزء الحساس عبارة عن شكل بصيلة بهذا الشكل يعني هيكون بهذا الشكل تمام هذا الجزء الحساس هذا مغمور في الحامض في الحامض تركيب قطل الزجاج حيكون في داخله قطب مرجعي هو الفضة هو رفرنس الكتروض الفضة كله نريد الفضة حيكون داخله حامض حامض من ضمن تركيبة الجلاس الإلكتروض وغضى نظر على الحامض المجهول الموجود في البيكر حامض داخل تركيبة الإلكتروض وحامض بتركيز تقريبا واحد من عشرة مولر أو عياري تمام والقطب نفسه سيتكون الجدار الخارجي أو البصيلة سيتكون من ثلاث طبقات طبقة داخلية متميئة متميئة يعني مبللة لده من قبل الحامض الموجود حامض السيئلة تركيز 11 وموجود داخل تركيبة تركيبة الإلكتروض وعنده طبقة جافة هذي هي هذي عندي وت لير الداخلية مبللة عن طريق حامض السيئلة المعلوم التركيز وعنده هذي طبقة هذي طبقة Це تانية الوسطانية اللي تقع ما بين طبقتين المبللات في طبقة دراي لير طبقة جافة وعنده طبقة الخارجية الملامسة لحامض المجهول التركيز والطبقة الخارجية نقوم من ثلاث طبقات مبللة و جافة و مبللة و عندي طبقة ثالثة طبعا الزجاز يكون متكون من مادة تقريبا مكون من سيليكون اوكسايد و سوديوم اوكسايد و كاليسيوم اوكسايد هذه تركيبة الزجاز و يدخل في ساعات إلكترون ما سيكون ايونات السوديوم سيليكون اوكسايد و كاليسيوم اوكسايد الموجودة في تركيبة الزجاز وهذا عندي ايونات الهيدروجين الموجودة في المحلول سيكون عملية تبادر ان يصبح السوديوم بشكل اوضح شاهدوا معنا لدي الزجاز تكون من سيليكون اوكسايد تكون من سيليكون اوكسايد مرتبط بأيون السوديوم هذا وين موجود في الزجاز يعني في الطور السلد الصلب عندي ايونات الهيدروجين من المراد تقديرها وتقدير تركيزها بفعل قطب الزجاج انتو عارفين حامل 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 قوي معنات حيتأين تأيون كامل الى اوكسايد الموجبة وينتو عملية تغيير اوكسايد من المراد يصبح السيليكون اوكسايد من المراد من المراد من المراد داخل القطب الزجاج وبالتالي سيكون عملية تغيير في فرق الجهد داخل الالكترود هو اللي سيتم قياسها عن طريق القطب بمعلومية القطب المرجعي سيتم عملية معرفة تغير في هذا الجهد زاد ايونات الهيدروجين اصبحت وين اصبحت في السيليوشن اوكي هذه ميكانيكية عمل قطب الزجاج بكل سهولة